تحذير من احتمالات الصدام في مواقع التمترسي في جنوب اليمن التحذير صدر عن الدكتور أحمد عبد بن دغر رئيس فريق الشرعي المكلف بالإشراف على تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة الملحقة باتفاق الرياض والموقعة في التاسع من شهر يناير الماضي شدد بن دغر على ضرورة المضي قدما في تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة من شقرة ومن أبيان وعلى وجوب أن تنتهي احتمالة الصدام في مواقع التمترس المدفوعة بمشاعر متوجسة ومتوترة وتعود أيضا إلى تفكير فاسد ومضطرب يستند إلى تاريخ من الصدام الأخوي المتكرر وذاكرة ملطخة بالدماء إشارات هي الأكثر وضوحا إلى خطورة ما يجري التحضير له في جنوب البلاد في ظل ما يرى الدكتور بن دغر أنه انتفاء لأي سبب منطقي يمنع لواء الدفاع الساحل التابع للشرعية من المرور إلى لحج أو تسليم السلاح المتفق على تسليمه وتأكيده كذلك أنه لن يتم تسمية محافظ لعدن أو مدير للأمن إلا بعد إتمام الانسحابات المتبادلة والتسليم الطوعي للأسلحة والتسليم بإمكانية بناء السلام وحياة تخلو من العنف والدماء وإيمان راسخ بإمكانية التعايش والحفاظ على المصالح المشتركة يعكس موقف الدكتور بن دغر وجهة نظر وسطية بين كل من الشرعية والمجلس الانتقالي الذي نفذ أحدث انقلاب على السلطة الشرعية في عدن وتورط خلال الأشهر الثلاثة الماضية في عمليات صريحة لإعاقة اتفاق الرياض والاستمرار في الآن ذاته في التأكيد على أنه يعمل جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق في مواجهة الشرعية عقدة هذا الاتفاق تتمثل في إعادة توزيع خارطة القوة العسكرية في محافظات عدن وأبين ولحج وشبوى بما يضمن تحييد هذه القوة عن إمكانية الانخراط في صراع جديد على النفوذ وخطوة كهذه دفعت الانتقال وبإعاز من الإمارات إلى تبني سياسة تصعيد جديد ضد السعودية في محاولة دؤوبة لتحويلها إلى طرف في صراع يدور حول اتفاق صممته ورعته المملكة العربية السعودية وفي سياق تصعيد كهذا سير الانتقالي مظاهرة إلى مقر التحالف ومن خلالها تحددت صورة العلاقة بين الطرفين وبدأ فيها الانتقالي أداة تحتكر الإمارات استخدامها وتوظيفها لأعمال الشرك